طالما ذكرت كلمة الحياة، ما هو معنى الحياة في فكر الإلحاد؟ هم الحياة تعريف الحياة من أصعب ما يكون لو مسكت كتاب الحياة يقولك مظاهر الحياة التنفس والطاقة والإخراج ومش عارفين تمام؟ لكن مي هي الحياة؟ صعب أو يتفسرها أو تعرفها الحياة تنشأ من حياة كانوا زمان بيفتكروا أن الحياة بتطلع لوحدها فالحد ما جال لويس باستير غير الموضوع ده هقولك القصة بسرعة قوي كان زمان لو جبت حتة لحمة وسبتها تتعفن تلاقي ديدان طلع منها فسموها Spontaneous Generation يعني الحقيقة بتطلع لوحدها كده حتة لحمة وطلع منها ديدان تمام؟ جال لويس باستير ودرس الموضوع تحت الميكروسكوب لأن فيه بغيضات هي اللي فأست في الجو بتاع اللحمة المعفنة دي وهي اللي طلعت الديدان فابتدت يصدر حاجة اسمها Biogenesis Biogenesis معناها النوم الحياة لازم تيجي من حياة ما ديش من تفاعلات كيموية بس فأنا لو عطيتك كل مكونات الجسم بتاعنا ما أقدرش أصنع إنسان في المعمل تمام؟ لأنه لازم يكون فيه مصدر حياة عشان يدي حياة فده الهدف من الجزء ده إن نوضح إن الحياة معقدة لازم يكون لها مصدر حياة والله هو مصدر الحياة مش المادة المادة لا تصلح إنها تكون مصدر حياة حروف معينة نعمل أطفال اللي هو الإخصاب الصناعي ما فيش مشكلة في ذلك بس إحنا بديين بحياة وحياة في الخلايا دي فالقضية إنه مش ممكن تنشأ الحياة بذاتها اشتركوا في القناة